في المكان المحدد لها طيب هنا المسافة بتاعت محور اكس دي من بداية من نقطة القذف لحد نقطة الاصابة للهدف اللي هي نهاية المنحنة بتاعي ده دي بسميها المدى والزمن اللي بياخده المغذوف من نقطة الانطلاق لحد نهاية الاصابة بتاعتي دي بسميه زمن التحليق طيب نيجي نشوف المسألة اعوض فيها ازاي او اشتغل فيها ازاي طبعا انا بشتغل على المعادلات الكارتزية ليه المعادلات الكارتزية مستر لانه مديني نقطة اكس واي طيب اكس واي يبقى انا هعوض في المعادلة الكارتزية عشان اجيب الزاوية اللي هي زاوية ملي المغذوف على الافقي واجيب الفيلوستي بتاعت اللي هي الفي نوت او السرعة الابتدائية بتاعت القذف اللي اتخذف بيها الايه المغذوف زي ما تعودنا في الحصة اللي فات طيب هنا الواي القانون بتاعي بقول لي مش هستخدم القانون التاني لا انا هستخدم قانون في المعادلة الكارتزية اللي هو بقول ايه ال y تساوي ال x tan alpha ناقص g x تربيع على 2 v نقط سكوير كوزين سكوير alpha طيب نبدأ نعوض فيه ولا المعادلة صعبة طبعا أنا عند ال y وعند ال x من النقطة اللي هم الدهالي هم الديني هنا النقطة الأولى هي 12 و 12 نقطة x ب 12 و y ب 12 ونقطة تانية ال x ب 36 و y ب 12 هقوض بكل نقطة وطلع معادلة مستقلة الوحدة طب نشوف النقطة الأولانية كده لو أنا عوضت 12 مكان ال y هحط 12 ومكان ال x هشلها وحط مكانها 12 لإحداث بتاعها في tan alpha ناقص طبعا هنا g شلتها وحطت مكانها 9 و 81 من 100 برافو في ال x تربيع اللي هي 12 في 12 طبعا هنا على 2 v نقط سكوير في كوزين سكوير alpha ودي بقول عليها المعادلة رقم واحد اللي هي مجرد ان انا عوضت بقيمة ال x وال y بتاعتي في المعادلة ما عملتش حاجة اكتر من كده شلت ال y وشلت ال x وحطت قيمتهم وعند العجل انا متفق معاك ودايما بحطها بقيمة 9 و 8 من 10 ان لم يكن معطيني في المسألة قيمتها باي قيمة محددة هو عايزها في المسألة طبعا هنا ال x تربيع انا شلتها وحطت قيمتها برضو اللي هي 12 في كام في 12 طيب المعادلة التانية يا مستر طبعا هنا اشيل ال y وحط ما كانها كام يا شباب احط ما كانها كام 12 طيب بتساوي هشيل ال x وحط كام 36 tan alpha ناقص ال y برضو اللي هي g واللي هي آسف بـ 89 81 من 100 في ال x تربيع 36 36 في 36 على 2 v not square cosine alpha طبعا cosine square alpha دي المعادلة التانية بتاعتي لو بسط للمعادلتين كده ألاقي المعادلتين بينهم تشابه كبير عندي هنا tan alpha وهنا tan alpha وهنا v not square وهنا v not square وهنا cosine square alpha وهنا cosine square alpha طب انا ممكن اتخلص من الحاجات دي ازاي مستر الاول يا شباب تعالوا نصفي المعادلة رقم واحد الاول ونحاول نختصرها شوي نختصرها ازاي لو انا اسمت انا لاحس ان هنا 12 وهنا 12 وفوق هنا 12 طب انا لو اسمت المعادلة دي كلها على 12 الطرف الايمن والطرف الايسر كله اسمتوا على كام على 12 ايه لا يحصل طبعا المقسم على 12 هتطير 12 من الاتنين اللي هنا هي كانت 9 81 من 100 في 12 في 12 يبقى هتطير 12 مع 12 طب 12 تان ألف هتطير على 12 هتروح الى 12 تبقى لي تان ألف هنا كان ناقص 12 بقت واحد علشان 12 على 12 كام واحد ودي بقول عليها المعادلة رقم 3 اللي عادت بقيا عندي طب المعادلة التانية برضو رقم 2 لو انا اسمتها على 12 هبدأ اقسم على 12 9 81 من 100 في 36 في 36 على 12 تديني كام 9 81 من 100 في 36 في 3 لان 36 على 12 تديني كام 3 طيب 36 على 12 هتديني كام 3 يبقى 3 تان ألف ناقص 12 على 12 هتديني كام واحد زي ما قلنا في المعادلة في المعادلة رقم 3 وديت ديتني المعادلة رقم كام 4 طب ايه رأيوكو لو انا جيت اسمت 3 على 4 ايه اللي هيحصل عندي لو انا جيت اقسم 3 على 4 هكتب كده 9 81 80 من 100 في 12 على 2 V نوت سكوير كوزين سكوير ألف هنا بقى عملت العلاء يا جماعة عملتها فيه وقلبتها العلامة فيه بقت 2 V دوت سكوير كوزين ألف على 9 81 من 100 في 36 على 3 لاني قلبت الكس طالما حولت من الاسم للضرب بقلب الكس بخلي المقام بسط والبسط ايه مقام هتساوي تان ألف ناقص ناقص واحد هنا باختصر المعادلة دي كلها مع بعضها بلقت 9 81 من 100 مع 9 81 من 100 الـ 12 مع الستة وثلاثين هيتبقى لي 3 هنا يبقى 3 في 3 بتسعة اهي يبقى هنا يتبقى لي كام 9 تحت هنا طبعا هنا V دوت سكوير كوزين تان سكوير ألف مع V دوت سكوير كوزين سكوير ألف في الاتنين طيرين هما الاتنين مع بعض وتبقى لي فوق في البسط 1 على 9 بتساوي تان ألف ناقص 1 على 3 تان ألف ناقص 1 ودي المعادلة اللي أنا هبدأ أشتغل منها واجيب قيمة تان ألف طب هجيب قيمة تان ألف ازاي طبعا كلنا عارفين ان أنا هضرب طرفين في وسطين وهقول 1 في 3 تان ألف يبقى بتلاتة تان ألف ناقص 1 بتساوي 9 في تان ألف بتسعة تان ألف ناقص 9 وابدأ أعوض أجيب تسعة تان ألف عن 3 تان ألف في الطرف التاني بإشارة سالب تبقى تسعة تان ألف ناقص 3 تان ألف تديني 6 تان ألف وهنا الواحد هنقله التسعة في الطرف التاني بإشارة موجة بيتبقى لي كام 8 يبقى 6 تان ألف بتسوي كام 8 يبقى تان ألف بتسوي كام 8 على 6 لا بتسوي 4 على 3 طبعا زي ما احنا تعودنا من المرة اللي فاتت انه على طول لما بجيب تان ألف بابدأ أرسم المسلس بتاعي بعوض بتان ألف اللي هي المقابل على المجاور عشان اجيب المسلس بتاعي واجيب الضلع اجيب سيم ألف واجيب كوزين ألف من المسلس نجي نشوف المسلس طبعا تان ألف هادي الألف بتاعتي والتاني احنا قلنا بتسوي 4 على 3 يعني المقابل على المجاور مقابل الزاوية ألف أربعة والمجاور 3 والضلع النقص اللي هو الوطر في المسلس القائم الزاوية بيجي ازاي زي ما اتفقنا الجزر التربيعي لمجموع مربعي الضلعين الآخرين اللي هو جزر التربيعي ل16 زي التسعة يديني جزر التربيعي ل25 اللي هو بتسوي كام خمسة ومن هنا اقدر اجيب كوزين ألف بتسوي كام 3 على خمسة طبعا في زميلنا بيسأل بيقول لي يا أستاذ احنا كده ما جبناش الألف ما هي الألف يا حبيبي لو انا عملت زي ما قلت لك المرة اللي فاتت وكتبت والدقائق والثواني ودي انا قلت ان انا بس بها لكم انتم تعملوها عشان اشوف مين متابع معايا ومين مش متابع يبقى هنا بعد ما جبت الكوزين ألف يبقى بالتعويد في المعادلة اي معادلة اللي هي واي بتساوي اكس تان ألف ناقص جي اكس تربيع على 2 في نقط سكوير كوزين سكوير ألف اقدر اعوض بقيمة الكوزين اللي هي 3 على 5 واقدر اجيب قيمة الزاوية بتاعتي هنا 12 طبعا انا بشيلي وحط قيمتها اللي هي 12 زي من هو مدالي في النقطة والنقطة التانية الاكس بتاعتها ب12 يبقى 12 في 12 وهنا تان ألف اللي هي 4 على 3 زي ما جبناها ناقص 9 81 من 100 اللي هي جي في الاكس تربيع 2 في ال V نوت سكوير في هنا كوزين سكوير ألف طبعا 3 على 5 في 3 على 5 لاني مدهان لكوزين ايه سكوير بصف المعادلة دي تبقى دي 12 اهي في الطرف الايسر زي ما هي هنا 12 في 4 على 3 لما اختصر على 3 تبقى 4 في 4 ب 16 ناقص واضرب ده كله في بعضه مضروب في 25 اللي هي 5 في 5 في البسط فوق يديني 35 1316 على 2 في 3 في 3 في 18 مضروب في ال V نوت سكوير زي ما هي لان دي اللي انا عايز اجيبها اللي هي السرعة البغزوف اللي بدأ الغذف بها طب هنا الطرف الايسر لما انا قلت 16 دي في الطرف التاني طبعا هنقلها باشارة موجبة تبقى 16 ناقص 16 ناقص 12 تديني 35000 على 316 في V نوت سكوير في 18 دي في المقام بتاعي طب V نوت سكوير بتسوي ايه البسط بتاعي اللي هو 35000 316 على 4 في 18 ومن هنا تطلع ال V نوت سكوير ب490 ونص طب انا عايز اجيب الجزر التربية بتاعها بحطها تحت الجزر عشان اجيب V نوت بس بتسوي 22 اجيب ايه اولاد قدرت اجيب الزاوية وقدرت اجيب سرعة القذف طيب هو عايز زمن التحليق الزمن اللي خده المخذوف بتاعي لما طلع من نقطة القذف او من نقطة الانطلاق بتاعته لحد النقطة اللي اصاب فيها الهدف اجيبها ازاي طبعا عندي قانون الزمن بيقول الت بساوي 2 V نوت الت بتساوي 2 موجودة عندي ثابتة في القانون الفي نوت اللي احنا لسه حسبنا لها 22.15 في صين الفة اللي احنا جبناها من المسلس اللي هي المقابل للزاوية الفة على الوطر اللي هو 4 على 5 طبعا في جي في المقام تحت اللي هي 9.81 من 100 من هنا بقدر استنتج ان الت لما خلص المعادلة دي الارقام دي على الالحسبة او بضربهم في بعض واقسمهم على 9.81 من 100 تطلع للT او الزمن بتاعي 3 61 من 100 ثانية يبقى الزمن اللي استغرقه المغزوف كام 3 61 من 100 ثانية طب السرعة كام 22 و 15 من 100 طب الزاوية كام انا جبت تان الفة اللي هي بتسوى 4 على 3 لو قدرت اجيب انفرس تان يبقى اقدر اجيب الزاوية بالتقدير بالدرجات لو انا عايزها مش عايزها ممكن اكتفي بالتان الفة وانا جبت السين الفة وجبت الكوزين الفة اقدر احل مسألتي عادي خالص وما فياش اي مشكلة بالنسبة لي طب هنا بتتعويد في المعادلة بتاعة المدى اللي هو المدى بيساوي الار في اتجاه محور الاكس بتاعي او المسافة اللي مشيها المغذوف على محور الاكس اللي هي بتسوي الزمن اللي انا جايبه في الفي نوت كوزين الفة في زماية اللي نبقول يا مستر احنا ما استخدمناش القانون التاني ليه وطوله يا حبيبي ما هو هنا مديلك الزمن ومديلك الفي نوت ومديلك كوزين الفة يبقى انا سهل عندي ان انا استخدم القانون ده اسهل من ايه من القانون التاني يبقى هنا الار بتساوي هشيل التيل اللي حط ما كانها تلاتة واحد وستين من مية في الفي نوت اللي هي 22.15 من مية في الكوزين الفة اللي انا لسه حسبها من المسلس بتلاتة على خمسة وتطلع لي الار بيساوي 47.98 من مية متر يبقى الار ده المدى او المسافة اللي مشيها المخذوف من نقطة الانطلاق لحد نقطة اصابة الهدف وده كان النوع التاني من المسائل اللي ممكن تقابلنا في المخذوفات ونخلي بالنا احنا خدنا نوع اللي هو على المستوى الافقي وي وبشتغل بيه عادي خالص وبحل نقطي وبعوض بالمعادلات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت ويه المرة دي لو انا مديني الاحداثيات الكارتزية وبشتغل عليها باستخدم القوانين اللي احنا خدناها طيب نشوف مثال كمان بيقول اطلق مخذوف من قمة جبل وده النوع التالت اللي ممكن يجيلي انه يقول من قمة جبل والمخذوف ده ينزل لتاح او هيطلع لفوق هتلق اقصى قيمة لأسفل لتاح او يطلع لفوق تعال نشوفها كده اطلق مخذوف من قمة جبل ارتفاعه 320 متر قمة الجبل بتاعي ارتفاعه 320 متر فاصاب بعد 10 ثواني بعد 10 ثواني من انطلاق المخذوف اصاب هدف ارضيا على الارض يبعد عن موضع القذف مسافة 960 متر اوجد سرعة القذف مقدارا واتجاها التي تعطي يخلي بالك اكبر مدى على المستوى الافقي طب حبيبي هنا هو ده 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 المخذوف بتاعي ده من فوق قمة جبل طب ما تيجي نحاول نرسم المسألة كده ونشوفها لو انا تخيلت ده كده ان ده الجبل بتاعي هه الجبل بتاعي ده ارتفاعه كام 320 متر تمام والمخذوف بتاعه عمل زاوية مقدارها كام الفة المخذوف بتاعه منقذف من القذيفة بتاعت خدت المصار المنحني برضو زي ما احنا تعودنا لحد ما وصلت للهدف بتاعها واصابته عند النقطة دي في الافقي على مسافة تبعد من على بعد نقطة القذف مقدار كام 960 متر تمام المسافة دي اطعتها في كام ثانية فعشر ثوان هو عايز سرعة القذف اللي تديني اكبر قيمة او اكبر مدى طبعا هنا ملحوظة صغيرة انا لازم نوضحها مع بعض ان هنا المغذوف بتاعي انا قذف من نقطة اعلى قمة جبل اعلى قمة جبل وقذفت المغذوف بتاعي طب المغذوف بتاعي هينزل ولا هيطلع لا ده المغذوف بتاعي هياخد مصار منحني وينزل على اسفل يبقى هيمشي عكس اتجاه محور الواي اللي هو دايما اتجاه الفين يا شباب لفوق او لأعلى طب لأعلى يبقى ما المغذوف ينزل لتحت يبقى لازم الاشارة تبقى كام سالب لازم الاشارة بتاعتي يبقى كام سالب زي ما في القانون بتاعي هنا طب انا بقول هنا ان الواي بتاعتي سالب 320 متر اتفقنا خلاص سالب ليه لان المغذوف خد اتجاه عكس اتجاه المحور اللي هو الاسفل لانه هينزل لتحت عشان يصيب الهدف الارضي اللي موجود على الارض وقدام منه على بعد 960 متر وهيستغرق زمن قدره كام عشرة سانية والمسافة اللي هيمشيها كام 960 متر في اتجاه الكس هو هنا اللي يهمني هو عايز الفينوت بتاعتي طيب انا بقول والله ان عندي قانون بيقول لي من قانون معادلات الحركة لنيوتن اللي احنا اخدناها برضو المرة اللي فاتت بيقول لي والله ان الواي بتساوي الت اللي هو الزمن في الفينوت او الفينوت بتاعت الابتدائية اللي هي الفينوت في الصين الفا ناقص نص جي تي تربيع ده القانون اللي انا هعوض واستخدمه طب ليه انا هعوض في القانون ده انا اقدر اجيب مسألتي وحل طب نشوف نحل ازاي تعالوا نشوف الواي طبعا انا اتفقت ان انا عوضها بالايه بالسالب ونركز في الحتة دي يبقى عندي قمة جبل ساعة ما يقول لي قمة جبل اعرف ان الواي بتاعتها تبقى بالسالب لان المغزوف بتاعي او القذيفة بتاعتي هتنزل لاسفل عكس اتجاه محور يبقى سالب 320 بتساوي اتجاه اشيلها وحط ما كان عشرة ثانية عشرة في الفلوس بتاعت اللي انا مش عارفها وسين الفا برضو مجولة بالنسبالي ناقص نص اجي تسعة وتمانية من عشرة هو داني قيمة لها ما دانيش قيمة لها ولا اللي عوض عنها باي قيمة اعوض بتسعة وتمانية من عشرة القيمة المحفوظة بتاعت طبعا التي سكوير او التي تربيع اللي هو عشرة في عشرة اللي هي عبارة عن الزمن تربيع بقول عشرة في عشرة طب سالب 320 عندها بتساوي عشرة في نط سين الفا ناقص ما خلص نص في تسعة وتمانية من عشرة في عشرة وعشرة تطلع لب ربعمية وكام وتسعين هنقل الربعمية وتسعين اللي هي بالسالب هنا في الطرف التاني بالموجب تبقى ربعمية وتسعين ناقص التلتمية وعشرين بتساوي عشرة في نط سين الفا اخلص الربعمية وتسعين ناقص التلتمية وعشرين هتديني مئة وكام مئة وسبعين تساوي عشرة في نط سين الفا طب ومن هنا اقدر اجيب ايه يا شباب حد يقول لي اه ده طيب هنا بسمي دي رقم كام رقم واحد بسمي المعادلة دي رقم كام يا شباب رقم واحد طب المعادلة التانية فاكرينها اللي كنت بقولي ان الار او المدى بتاعي بيساوي الت في نط كوزين الفا انا عوضت فيها على طول اه يبقى بدى المكتب هنا بما ان الار بتساوي الت في نط كوزين الفا لأ انا شلت الار وحطيت مكانها كام تسعمية وستين اللي هو البدى بتاع المسافة اللي مشيها المغزوف زي ما احنا اتفقنا لحد ما وصل للقزيفة هو مشي مسافة كام تسعمية وستين متر فشلت الار وحطيت مكانها تسعمية وستين متر بتاعتي اه يبقى تسعمية وستين بتساوي العشرة في الفي نط كوزين الفا ودي المعدة رقم اتنين بعد ما اختصرت على العشرة ادتني الفي نط كوزين الفا بتساوي كام ستة وتسعين لو انا ببسط للمعدلتين واحد واثنين على ايا هنا في نط صين الفا وهنا في نط كوزين الفا لو اسمت واحد على اتنين هيدديني ايه في 96 على في نط كوزين الفا هيدديني تان الفا والفي نط هتروح مع الفي نط يوما هنا هقدر اجيب تان ايه تان الفا اللي هي بتساوي كام 17 على كام 96 سين ألفا على كوزين ألفا بتساوي 17 على كام على 96 وهنا إداني تان ألفا لأن سين على كوزين أنا عارف أنها بتساوي كام من حساب المسلسات زي ما احنا خدنا اللي هي بتساوي تان ألفا بتساوي علامة صفر علامة 177 من ألف دي لو حبيت أجيب ألفا بقول إنفر ستان وتطلع لخيمة الزاوية 10 و 4 من 100 درجة دي قيمة زاوية إيه ألفا طب يا شباب أنا عايز أجيب زاوية ألفا بس لا ده أنا عايز أجيب سرعة القذف لازم أجيب سرعة بأي مغذوف هيدهولك دايما هيطلب منك سرعة القذف بس عشان أجيب سرعة القذف لازم بحسب زاوية ميل المغذوف على الأفق أو زاوية ميل المغذوف اللي بنقذف بيها عشان أبدأ أعوب بيها في القوانين بتاعتي واجيب منها إيه الفولوست بتاعتي طب نيجي نشوف الفولوست بتقول إيه الفي نوت كوزين ألفا بساوي كام 96 يبقى الفي نوت كوزين ألفا بساوي كام 96 طيب أما عوض هنا الفي نوت بتساوي 96 على كوزين ألفا تساوي كام 97 ونص ألا يا مستر ده انت ما جبت لناش كوزين ألفا أيرجع كده معايا كده بالراحة هي تان ألفا بتساوي كام تان ألفا بتساوي كام 17 177 من ألف وجبنا ألفة بتسوي كام 10 و 4 من 100 درجة ألا ده نقبت كمت الزاوية يبقى بالسهولة أجي بالكوزين بتاعتها وعوض بها هنا مكان الكوزين ألفة وأكتب الرقم بتاعي اللي هو بساوي كوزين ألفة تسوي 97.5 متر على السنة يبقى الفلوسة بتاعتي أو سرعة المغزوف بتاعت طلعت كام 97.5 متر على السنة طبعاً احنا بنسيب الحاجات دي ليكوا تكملوها عشان تكتبوها ونشوف مين اللي فاهم ومين اللي هيقف في حاجة يسأل فيها مش كل حاجة هتأخذها جهزة لازم أتصرف أنا في المسألة وتعود نفسي إن أنا أفكر في المسألة انت شايف إن المسألة ماشية مباشرة قوانينها سهلة احنا مختصر لك فيها على الآخر يعني مدينك المسألة بكل الصور اللي ممكن تجي لك في الامتحان عندك ثلاث صور ممكن تجي لك بأي صورة المسألة انت هتحل أي مسألة تجي لك منه وكل المسائل مهما اختلفت الأرقام نفس المطاليب ونفس الحل ونفس القوانين مفيش حاجة غريبة عليك خانص هنا بقى أنا عايز أحسب مدى القذيفة بتاعتي على المستوى المائل احنا دايما كنا بنشتغل يا أولاد عن المستوى الأفق اللي هو الواي والإكس بتاعتي الأفقية دي تمام طب أنا دلوقتي لو المستوى بتاعي مائل كده بزاوية خلي بالك عاد عندي زاويتين ازاي بستر زاويتين اقول لك مش ده المستوى اللي يمائي لهو اللي هو القذيفة هتبدأ تنقذف عليه اهي من نقطة البداية وتيجى عند نقطة بيه مثلا عشان تصيب الهدف هنا طب هنا زاويت ميل المغذوف على المستوى بتاعه اللي هو الألفة وزاويت ميل المستوى المائل نفسه على المستوى الأفق بتاعي بقول اسمها بيتا وهنا المسافة اللي هي من النقطة زيرو او نقطة الانطلاق بتاعتي او بوينت زيرو زيرو او نقطة الاصل بتاعتي زي المسمى اللي يعجبك المهم نقطة الانطلاق او نقطة انطلاق المغذوف من المكان ده بسميها نقطة البداية بتاعتي لحد ما اوصل لنقطة البي هوصل لنهاية الاصابة بتاعتي او النقطة اللي هيصيب فيها الهدف بتاعه دي بسميها المدى بتاعي اللي هي هنا بسميها الار سمول عشان ما تلخبطش فيها وبين المدى التاني يا مصر هنا أما أجيب تان ألفا هو تان ألفا هنا هتساوي إيه لا ده هتساوي تان ألفا زي التان بيتا ناقص تان بيتا عشان أجيب ألفا بس الوحدها دي يبقى تان ألفا زي التان بيتا ناقص تان إيه بيتا طب تعالوا نشوف القانون بتاعي الواي بتاعتي زي ما احنا تعودنا أو المركبة اللي في اتجاه الواي لو أنا حللت لو أنا حللت مركبة السرعة تاني بنفكركم تانا هو لمركبت السرعة تاني لمركبتين متعامدتين واحدة في اتجاه ال-Y واحدة في اتجاه ال-X فبقول ان ال-Y هنا هتساوي ايه ال-V dot صين ألفا ودي اللي احنا كاتبناه هنا بس بنقول هنا ايه ال-Y بتساوي ال-X تان ألفا ليه بقى انا خدت تان بيتا ال-Y بتساوي ال-X تان بيتا تعالوا نرجع تاني للمنحنة قادي ال-Y بتاعته ايه لو انا اسقطت من نقطة المغزوف دي كده عمودي هنا كده عمودي هنا اهو عشان اجيب قيمة العمودي ده اهو اجيب قيمة العمودي ده اهو لازم باخد الزاوية ايه بيتا او باجيبها من النقطة اصابة الهدف عشان اسهل على نفسي المغزوف بتاعي اهو اصاب الهدف في النقطة دي لو انا اسقطت من العمود من هنا على الافق اهو اكني شغال على المستوى الافق عادي خالص ارتفاع العمود ده هول اللي انا بسميه ال-Y لانه في اتجاه المحور Y بسوي ايه بسوي المسافة X اللي انا مشتها دي في تان الزاوية بيتا ازاي ياولاد ازاي يا مستا ازاي ما هو بص كده لو انه كملت المسلس ده كده أللا اسبح مسلس قائم الزاوية اهو فين في الزاوية بيتا في الزاوية بيتا دي اللي مقابل للضلع ده طيب فين التان هنا بتسوي الضلع المقابل دهه اللي هو ال-Y اهو اللي هو ده هساميه ال-Y والضلع المجاور اللي هو الـ X يبقى تان بيتا بتسوي الـ Y على الـ X يبقى الـ Y مستر بتسوي ايه لو انا ضربت طرفين فواسطين هتسوي الـ X في تان بيتا وده اللي احنا جبناه هنا عندي اهو طب الـ XB عارفين الـ XB ده ايه حد يعرف الـ XB ده ايه اللي هو ايه المادة بتاعي او المادة بتاعي او اللي هو 2V نوت سكوير كوزين ألفا على G في التان ألفا نقص التان بيتا ليه التان ألفا نقص التان بيتا لان انا عايز التان ألفا بس مش عايز التان بيتا لان اما ارجع للمنحنة بتاعي اهو انا عايز التان ألفا دي مش اخد بيتا معاه يبقى ما اخد الزاوية دي كلها لازم اطرح مني ايه تان ايه بيتا اهو اللي عايز اطمنك له ان القانون هتا لو صعب عليك ما تشغلش مالك بيه لان استنتاجه انت مش مطالب بيه طب هنا الار بتسوي الاجس بي ده ايه بتاعتي ده اللي انا جبتها دي اهي في سك بيتا وبعوض عن الاجس بي وبعوض عن السك بيتا في علاقات هنا مسلسية يبقى هنا 2V نوت سكوير جي على السك تربيع على السك تربيع في السك تربيع بيتا في الصين 2 ألفا نقص البيتا زي ما قلنا نقص صين بيتا لان لازم اطلع زوية بيتا من الملحنة بتاعي وبار بستنتغ القانون بتاعي اهو اللي انا بحل بيه اي مسألة وده اللي يهمني في القوانين ده كلها اهو ان الار ماكسوم اللي هو المدى بتاعي للقذيفة الميلة على او القذيفة اللي بتم قذفها على مستوى ميل على الافخ بزاوية بيتا بيسوي ايه بيسوي الV نوت سكوير يعني السرعة الابتدائية او سرعة القذف للمخذوف متربعة على عجلة الجاذبية الارضية في وفتح قوس واحد على واحد زائد صين بيتا يا مسأل انت كاتب لي هنا اقصى مدى للمستوى المائل اللي اعلى تمام يبقى لو اقصى مدى للمستوى المائل اللي اسفل نفس القانون هو هو حبيبي بس اعمل هنا الزائد دي هتبقى ايه ناقص او يبقى هنا الار مكسيمان برضو بتساوي الV نوت سكوير على الجي في الواحد على الواحد ناقص صين بيتا وده القانون اللي انا بستخدمه لو هو عايز اقصى مدى بس المستوى مائل لاسفل يعني بدل ما هو فوق محور الاكس انا محور الاكس الافق بتاعة كده والمستوى بتاعة مائل عليه من فوق كده لا ده يبقى المستوى مائل عليه من تحت كده يبقى زاوية المائل اسفل محور الاكس لكن لو زاوية من الفوق محور الاكس يبقى الاشارة هتبقى زاقد زي ما خدنا في القانون اللي فات لكن هنا في القانون القانون دوة تهوت لانه مائل اللي اعلى الاشارة هنا زاقد لكن لو لأسفل هتبقى الاشارة ايه ناقص طب نشوف تعيين سرعة القذيفة في اي وضع بقى بتساوي ازاي الV سكوير بتساوي الV نوت سكوير ناقص اتنين جي وي وده القانون بشتغل عليه لو يديني مستوى ميل اعلى او مستوى ميل لاسفل يبقى لازم بجيب الفلسطي من القانون اللي هو بيقوللي الفلسطي سكوير بتساوي الV نوت سكوير ناقص اتنين جي واي اللي هي ارتفاع المسافة في اتجاه محور واي طيب نشوف مسألة وازاي بنعوض فيها بالقوانين دي عشان ما ننسهاش ونطبق القانون بتاعنا بقول لي بقول لي تطير طائرة على ارتفاع 1600 متر طيارة بتطير على ارتفاع 1600 متر بسرعة منتظمة ونركز على كلمة سرعة منتظمة دي ونشوف هنستغلها ازاي في الحل طيب مقدرها كام السرعة دي بتاعتي 360 كيلو متر على الساعة قال لا ده هنا كيلو متر وهنا متر يبقى لازم اوحد الوحدات وهنشوف دلوقت بنوحد الوحدات ازاي يبقى 360 كيلو متر على ليه على الساعة في لحظة ما مرت الطائرة فوق مدفع طبقا في مدفع مضاد للطائرات شغال بيدرب باستمرار فاصبها بعد 8 ثواني مجرد مرور الطيارة من فوق المدفع اللي شغال عمال يطلع في القذايف بتاعته عشان يصد اي طيارة تعدي فالطيارة اول ما عدت بعد ما عدت بمقدار 8 ثواني فوق المدفع ادر المدفع انه يصبها بقذيفة واسقطها على الارض بعد كم ثانية 8 ثواني خلي بالك هنا يبقى تي عندي كم ثانية تي ثانية عندي هنا السرعة المنتظمة التي الطير بطير بها كام 360 كم على الساعة عندي ارتفاع الطيارة كام 1600 مت من لحظة مرورها فوقه عايز ايه اوجد سرعة وزوية القذف عايز سرعة وزوية القذف للمدفع وبأي سرعة تصيب القذيفة الطائرة طيب نشوف البيانات بتاعتي البيانات بتاعتي زي ما انا قلت كده عندي الواي اللي هو الارتفاع بتاعي اللي هو ارتفاع الطائرة زي ما قلنا بسوى 1600 مت الزمن بتاعي عشان المدفع اصاب الطائرة بعد كم ثانية بعد 8 ثواني وعندي الفي سرعة ها الطائرة سرعة الطائرة كانت 360 كيلو متر على الساعة بحولها للمتر على الساكن ان انا بضربها في 5 على 18 قال لا واحد بيسألني ازاي 5 على 18 اقول لك 360 في 1000 عشان احول من كيلو مت لمتر واقسم تحت على 60 في 60 عشان الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية يبقى 1000 على 60 في 60 اما اختصرهم هتديني كم 5 على 18 بقى بضرب مباشرة على طول 360 في 5 على 18 تديني 100 متر على الايه على الثانية طب ايه اللي هو عايزه عايز الفينوت للقذيفة اللي اصابت الطائرة زاوية 100 للقذيفة اقصى سرعة للقذيفة ونشوف الفكرة الحل ازاي طبعا لو تلاحظ واحنا بنقرأ المسألة قلتلك ركز على كلمة الطائرة تطير بسرعة ايه منتظمة يعني بسرعة منتظمة يعني بقولي ان المسافة بتساوي السرعة في الزمن السرعة المنتظمة يعني تعنيني ان المسافة بتساوي السرعة فين في الزمن يا شباب بقولي هنا اللي الاكس بتاعتي بتساوي السرعة اللي هي جبتها بكم بمية متر على الثانية ايه في 8 ثواني هتطلع ب800 متر يبقى من هنا المسافة اكس بتاعت ارتفاع محور القذيفة مشت على محور اكس كم متر 800 متر طيب اعوض ازاي بقى بقولي والله انا عندي الاكس بتساوي التي في نوت كوزين الفا التي في نوت كوزين الفا اللي هي بتساوي الاكس والقوانين دي بنتقررها كتير اهي زي ما قلنا مفيش قانون جديد استعملناه كل القوانين هي هي بتساوي الاكس اللي انا جبتها ب800 التي بتامن ثواني ال في دوت معرفهاش كوزين الفا معرفهاش وبصف المسألة باختصر التمانية على التمنمية تديني مية يبقى في نوت كوزين الفا بتساوي مية ودي المعادلة رقم واحد قال له يا مستر واحنا كده عملنا ايه اه احنا جبنا الاكس قال له المعادلة التانية من معادلات الحركة اللي هي ال واي تساوي لو تفتكروها ايوه برافو عليك واحد بيقول لا لا بيقول لي يا مستر بتقول لي ال واي بتساوي تي في نوت سين الفا نقص نص جي تي تربية برافو عليك هنعوض فيها هشيل ال واي وحط ما كانها كام الف وستمية بتساوي هه التي بكم بتمانية في نوت سين الفا نقص نص هه الجي تسعة وتمانية من عشرة في الثانية اللي هو التي تمانية في تمانية وهنا باختصر المعادلة برضو بتاعتي لما بصفيها وتطلع عندي الفي نوت سين الفا بتساوي اتنين متين تسعة وتلاتين واثنين من عشرة ودي المعادلة رقم اتنين برافو واحد زي منا بيقول له بيقول لي يا مصر انت جبت صين وجبت كوزين هنقسم صين على كوزين عشان اجيب تان الفا بتقوله برافو عليك وكده يبقى انتو فاهمين يعني ايه مخذفات ويعني حل المخذفات هنا المعادلة اتنين اللي هي الصين اهي والمعادلة كوزين اهي ان هي رقم واحد هقسم اتنين على واحد ليه اتنين على واحد عشان تبقى صين على ايه على كوزين اه يبقى هتديني تان الفا بتسوي كام اتنين وتلتمية اتنين وتسعين من الف تقريبا لو انا عملت انفرس تان على الالحسبة بتاعتي وبعد ما اعمل انفرس تان هعمل انفرس سري كومة هتديني الفا بالدرجات سبعة وستين درجة وطمانتاشر دقيقة وثلاثة واربعين سنين يبقى انا قدرت اجيب تان الفا وقدرت اجيب زاوية الفا طب انا بجيب زاوية الفا ليه عشان يا ولاد انا عندي قيمة التان الفا طلع عرقام كبيرة مش هقدر ارسم المسلس بالتقريب واعد احسبها يبقى انا بستسل على نفسي واجيبها عن طريق الالحسبة واجيب الالفا بتاعتي بتسوي كام واقدر اجيب الصين مجرد ان انا بكتب صين 67 زي ما بكتب صين 30 تديني نص كوزين 60 نص يبقى هنا صين الفا او كوزين الفا هجيبها انا اطولي ان الزاوية اصبحت مأسها معروف عندي طبعا هنا بعوض بقى في القانون بتاع سرعة القذف اللي هو الفي نط كوزين الفا بتسوي كام مية ليه المية دي جات منين حد عارف ها ها المية دي جات منين مش قلنا الاكس بتسوي الفي نط كوزين الفا الاكس دي اللي هي المية اللي انا حسبتها في الاول خالص بتسوي الفي نط كوزين الفا يبقى الفي نط الفي نط بتسوي مية على قيمة الكوزين الفا عندي اه legacy كتبتها لك اه انا بكتب زاوية كلها واجيب الكوزين بتاگته هتسوي ميتين تسعة وخمسين وتلاتة من عشر متر عثين طيب دي انا اقدرت اجيب الفينوت طيب دي الفينوت طيب اقصى سرعة ليجاد سرعة اصابة القذيفة للطائرة السرعة اللي عند نقطة الاصابة بالزبط او القذيفة قدرت تصيب الطائرة او قدرت توصل للطائرة كانت سرعة القذيفة كان بالزبط لكن السرعة الاولانية كانت سرعة الانطلاق بتاعت القذيفة لكن في النهاية او عند نقطة الاصابة بالطائرة قدرنا نحدد السرعة نجيبها منين من الخانون اللي قلت لك عليه برافو في الاخر اللي هو V سكوير بساوي V نوت سكوير نقص 2 G Y ومن هنا اقدر اعود ان V نوت سكوير انا جايبها ب259.13 في 2 طبعا هنا V نوت سكوير يبقى 259.13 في 259.13 بسهل على نفسي بدل ما اكبر الارقام او اعمل الكل تربيع لا انا بكتكررها مرتين اسهل ان انا اعود اكبر الارقام واطل اخبط فيها في الالة الحسب يبقى هنا 259.13 في 259.13 ناقص 2 في 9.8 اللي هي قيمة G فيه Y اللي هي 1600 هيطلع لان V بتساوي 189.14 بس يا مستر دي V سكوير اما هطلع القيمة هنا بكام واجيب الجزر التربيع بتاعها عشان اجيب ال V هتطلع ل 189.14 متر على السنة طيب نشوف مثال تاني وازاي بعوض واستخدم قانون اعلى ميل او اقل ميل والمستوى الاعلى ولا المستوى الاسفل المستوى لو مايه الاعلى محور اكس او المستوى مايه الاعلى او اسفل محور اكس اسف اقدر اجيب ازاي الفلوس بتاعتي وحل مسألتي اللي هو القانون الاخير اللي احنا نستخدمه رسلطت حركة مغزوف فوجد ان اقصى ارتفاع بلغه هو ربعمية متر ارتفاع المغزوف كان كام ربعمية متر ده اقصى ارتفاع فوق نقطة القذف وان مداه على المستوى الافقي هو الفين وربعمية متر اوجد سرعة القذف مقدارا واتجاه او عايز مطلوبه الاول اوجد سرعة القذف مقدارا واتجاه تاني حاجة اوجد اقصى مدى للقذيفة اوجد اقصى مدى لقذيفة قذفت بنفس السرعة على مستوى مائل الاعلى ظل زاوية ميله مع الافقي 3 على 4 طبعا دي زاوية ميل ايه بيتا اللي احنا خدناها لانه قلت ان المستوى مائل على الافقي بزاوية بيتا فزاوية الميل هو مدهلك 3 كام على 4 اللي هو تان بيتا انا متعمد ان انا اجيب المسألة دي لها شباب لان المسألة دي هترجع لقوانين المغذفات كلها اللي احنا خدناها في الحصة اللي فاتت والحصة دي وهنقدر نستخدمها في المسألة دي مجمعة وازاي بقدر نفذ المسألة عشان اوصل للنهاية طبعا زي ما تعودنا انا بطلع بيانات المسألة بتاعت الاول خالص برحتي خالص بقول ان الواي ماكسيمم اعلى ارتفاع وصلته القذيفة كان 400 متر المدى بتاعي او القذيفة مشت مدى عشان تصيب الهدف بتاعها او مسافة 2400 متر هو عايز الفي نوت ليه القذيفة بتاعتي هتبقى كان طب بعد ما اجيب الفي نوت هجيب اقصى سرعة للقذيفة لو هي المستوى مائل لأعلى زمه عايز طيب نفتكر مع بعض القوانين بقى ان الواي ماكسيمم بتساوي الفي نوت سكوير سين سكوير الفة على اثنين اي جي فاكرين القانون دا وقلنا دا قانون اقصى ارتفاع عندي هتوصله القذيفة واقصى ارتفاع عندي هتوصله القذيفة يعني في منتصف المنحنة بتاعي لو تفتكروه خالص المنحنة في المنتصف بتاعه بالزبط عند منتصف الزمن هيديني اقصى ارتفاع للقذيفة انا بشير كلمة الواي ماكسيمم وحط مكانها كما شباب ربعمية برافو عليكم ربعمية بتساوي الفي نوت سكوير اللي هو السرعة الابتدائية او مربع السرعة الابتدائية في صين تربيع الفة على اثنين جي وبسمي دي المعادلة رقم واحد طب المعادلة التانية لمعادلة المدى اللي هي الار بتساوي الفي نوت سكوير على الجي في صين اثنين الفة طبعا احنا فاكرينه لنوخذينه الحصة اللي فاتة وحلينا عليه مسألة وبعيد عليه المسألة تانية اهو عشان نشوف ازاي بربط المسألة دي بالمسألة دي او القانون ده بالقانون ده واقدر اكمل حل المسألة للاخ يبقى المدى اللي هو بيساوي الفي نوت سكوير على الجي في صين اثنين الفة بشيل كلمة الار وعوض مكانها بألفين وربعمية هو من الدهالية هيا الفين وربعمية بتساوي الفي نوت سكوير جي سين 2 ألفا وبسمي المعادلة رقم 2 طب أنا هقسم المعادلة رقم 1 على المعادلة رقم 2 المعادلة رقم 1 الليها بتقول يا مستر بتقول 400 بتساوي ال V نوت سكوير سين سكوير ألفا على 2G دي رقم 1 طب والمعادلة التانية الليها 2400 بتساوي V نوت سكوير على G سين 2 ألفا رأوا فالناس افتكرت معايا هي قال لما أسمت 400 على 2400 ادتني 1 على 6 يا مستر بتقولوا آه برافو صح كده الناس فاكره احنا قلنا ايه هو يبقى 400 على 2400 تساوي كام 1 على 6 وهنا بأسم بعمل ايه في الاسمة بأقلبها لضرب وأسم البسط أنزله مقام والمقام ما طلعه بسط يبقى هنا V نوت سكوير سين سكوير ألفا على 2G في G على V نوت سكوير سين 2 ألفا وتديني في الآخر 400 على 2400 1 على 6 بتساوي سين سكوير ألفا على 2 سين 2 ألفا طبعا فاكرين احنا ما قلنا من علاقة الحساب المسلسات أو النسب المسلسية اللي احنا واخدينها قبل كده إن سين 2 ألفا يا شباب بتساوي كام؟ بتساوي 2 سين ألفا كوزين ألفا يبقى سين 2 ألفا بتساوي 2 سين ألفا كوزين ألفا هشيل سين 2 ألفا من عندي من المسألة وحط ما كانها القيمة بتاعتها اللي هي 2 سين ألفا كوزين ألفا يبقى 1 على 6 بتساوي سين سكوير ألفا على 2 وافتح القوص بتاعي عشان أكتب قيمة سين 2 ألفا اللي هي أصبحت 2 سين ألفا كوزين ألفا طب هنا في ناس مسحصاها معايا قال للسين تربيع يا مستر هتطير التربيع هتطير مع سين ألفا اللي تح ويتبقى لي فوق سين ألفا بس برافو عليك ويتبقى لك في المقام 2 في 2 يبقى 4 كوزين ألفا يبقى هنا البسط سين ألفا والمقام كان 4 كوزين ألفا وده اللي أنا عايزه اللي هو سين على الكوزين عشان أقدر أجيب قيمة الايه التان بتساوي واحد على ايه على 6 يبقى من هنا لو هتخلص من الأربعة اللي في المقام بضرب المعادلة كلها فاربعة للطرفين يبقى هنا 4 على 6 بتساوي تان ألفا لأن سين ألفا على كوزين ألفا بالتان ايه ألفا يبقى تان ألفا بتساوي كام؟ 2 على 3 دي أرقام صغيرة ممكن أرسم المسلط زي ما انت شايف كده ويقولك زاوية ألفا اهي بتساوي المقابل على المجاور اللي هو 2 على 3 يبقى 2 ألفا 2 على 3 ايه أجيب الضلع الثالث ازاي برضو زي ما قلنا من في صغورس مربع جزر التربيعي لمجموع مربعي الضلعين بتوع الزاوية القايمة اللي هو الجزر التربيعي ل2 تربيع زي 3 تربيع يبقى الجزر التربيع ل13 طب دي هتفيدني فيها مستر هجيب سين ألفا بكام وهجيب كوزين ألفا بكام عشان أقدر عوض وجيب قيمة البنستي أو السرعة الخزفي بتاعتي يبقى هنا التان ألفا بتساوي 4 على 6 أو 2 على 3 اختصرتها 2 على 3 وجيبنا منها المسلس يبقى الصين ألفا بتساوي المقابل على الوطر الكوزين ألفا بتساوي المجاور على الوطر يبقى هنا هقدر عوض بالصين وأقدر عوض بالكوزين زي ما أنا عايز طب أنا عشان أجيب السرعة بعوض في قانون بعوض في قانون الواي ماكسيمم اللي هو بقولي الربعمية صح؟ اللي كان بقولي الواي ماكسيمم بتساوي الوي نوت سكوير سين سكوير ألفا على 2 جي فاكرينو أنا شلت الواي مباشرة وحطت مكانها الربعمية الوي نوت سكوير سين التربيع ألفا هشل سين ألفا وحطي مكانها 2 على جزر التلاتاشر الكل تربيع لأن هنا تربيع هي شايفة يبقى الكل تربيع وحوط تحت 2 في اجيب أشيلها وحط 9 و 8 من 10 يبقى 400 بتساوي الوي نوت سكوير في 4 ونزلت التلاتاشر تحتها وعشان مقام البسط بينزل مقام يبقى 13 في 9 و 81 من 100 في 2 وهنا بقولي أن الوي نوت سكوير بتساوي الربعمية في الاتنين في الـ 9 و 81 من 100 في الـ 13 هي في البسط كلها على الـ 4 اللي معها في البسط هتنزل ايه مقام والفي نوت سكوير طلعت بتساوي كام 25506 لو أنا جبت الجزر التربيع بتاعها يبقى أقدر أجيب قيمة الفي نوت بس اللي هي بتساوي مية تسعة وخمسين و 71 من 100 متر على السنة طبعا ده كله احنا حلناه المرة اللي فاتت واخدناه الجديد بتاعنا ايه ان انا أجيب أقصى مدى للقزيفة لوما المستوى بتاعها وهنا بقول زائد ليه أولاد ان المستوى ماي اللي هي لاعلى طب لو المستوى ماي اللي اسفل يبقى هقول واحد ناقصين بيتا بقى نفس القانون بس بعوض ما كان الاشارة الزائد باشارة ناقص طبعا هنا انا رسم المسلس بتاعي لزوية بيتا ليه انا رسمت المسلس لزوية بيتا لانه هنا بقول لي اقصى مدى للقزيفة بنفس السرعة السابقة على مستوى ماي اللي اعلى اذا كانت تان بيتا انه بتديني ظل لزوية الميل بتاعت المستوى على الافخ بتسوي كام تلاتة على اربعة اللي هي بقول عليها التان اللي هي الضلع المقابل على الضلع المجاور اللي هو تلاتة على كام على اربعة يبقى تان بيتا تان بيتا بتسوي تلاتة على اربعة طب انا قدرت اجيب الضلع النقص بتاعي من فصغورس برضو اللي هو من الجزر التربيعي لمجموع مربعية ضلعين التانين اللي هما 3 تربيع و 4 تربيع يبقى 9 زائد 16 ب 25 الجزر التربيع اللي هما هيطلع بكم ب 5 اللي هو طول الضلع الثالث النقص وهنا اقدر اجيب قيمة ايه اولاد في القانون سين بيتا لانه سين بيتا هتساوي ايه المقابل على الوطر يبقى 3 على 5 طيب القانون بقول ايه بقول ان ال R maximum بتساوي V dot square على ال G في الواحد على واحد زائد تان سين بيتا يبقى ال R maximum بتساوي هاشيل ال V dot square اللي احنا جبنا قيمتها لو فاكرنا ب 159 71 من 100 في 159 71 من 100 لان هنا مدهالي تربيع يبقى بكررها مرتين في بعض بدل ما اكتب تربيع ولخبط نفسي بالايه بالالة الحسبة يبقى بضرب الرقمين في بعض بس على تسعة وتمانية من 10 او 81 من 100 اللي ريحك في الواحد على الواحد زائد 6 من 10 هنا انا بعوض دايما بجي اولاد بتسعة واحد وتمانية من 100 او تسعة وتمانية من 10 لانه دايما مش منبهني مش منبهني او مش مديني قيمة لل G غير كده فانا بعوض عنها لانه دي القيمة المحفوظة بتاعتي وبقدر اجيب سين الفة بتساوي 3 على 5 اللي هي 6 من 10 اهي عندي من المسلس بتاعه سين بيتا بتساوي 3 على 5 قيمةها 6 من 10 عشان كده عوضت هنا بواحد على واحد زائد 6 من 10 طيب نعوض في المسألة بقى الارد ماكسيما بتساوي 159.71 من 100 في 159.71 من 100 على 9.81 من 100 في 1 على 1.6 من 10 اللي هي بتطلع 1625 متر وده اقصى مدى للقزيفة على المستوى المائل اللي ايه لأعلى وكده حبايبي نكون قدرنا نوفي المغزوفات نكون قدرنا